اكس 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 تونتاسيون الرابر العالمي الذي اشتهر من بعد موته ولا بالاحرى مقتله ممكن بزاف منكم يعرفوا القصة تاعه وكيفه شعاش وكيفه حتى مات لكن اليوم ان شاء الله غدي نعطيكم بعض التفاصيل حول مقتله يعني كيفية موته من قتله ولماذا أوتل ايضا غدي نحكو على نظرية وحدة اللي ما شفتش ناس بزاف تكلموا عليها واللي تخص ممكن المقتل تاعه فيالله نكتشفوها يو صحب طبكم ومرحبا بكم في الفيديو جديد قبل ما نبدو الفيديو هذا صلوا على النبي ثانيا اودو ان اشكركم على كل دعم الكلمة الطيبة والله العظيم وربي يحفظكم وثالثا ما زلت طعم يا جماعة الخير في الاشتراكات لكم اللي رهم قليلة واللاعكس تاني لهذا الفيديو اللي يعني باغي 2700 لايك و350 تعليق والان راكم جاهزين للفيديو يلا نبدو هي القصة بدأت في حوالي 2015 هذه بالنسبة لي يا جماعة الخير لماذا؟ لأنه اكس 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 تونتاسيون باي دو واي الاسم تاعاته بزافة كده يلغي اكس تونتاسيون لا تلاتة اكس بانتلي وقيلة كن بغي يعتص هي ده اكس 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 ايا جا تلاتة الله وعلا ما نظري يا فقر المهم في عام 2015 الشخص هذا تعلم هندسة الصوت او بالاحرى بدأ في دراسة هندسة الصوت شا دخل هادي في الحكايات عن مقتل تاعه واو هادي مهمة جدا 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 في دراسته لهندسة الصوت اكتشف بما يسمى بالترددات الفريكونسيز الفريكونسيز يعني العدد الاجمالي للموجات المنتجة في التانية الواحدة هذا يسموه بتردد الموجة ولا بطريقة اخرى عدد الاهتسازات المحسوبة في التانية الواحدة يعني اذا كان عدنا خمس موجات في التانية هنرى عدنا بما يقال له خمسة هرتز وبايدو والهرتز هدا هو المقياس تحت ترددات ايوى اخونا تونطاسيون اكتشف انه في صناعة الموسيقى ولا المتحكمون في صناعة الموسيقى يستعملوا دائما 440 هرتز لماذا؟ لانه بهذا المقياس بالضبط يقدروا انه متحكموا في عقل الانسان كيفاش يتحكموا فيه عن طريق ضرمجة الترددات يعني هنا يو كانت ميزوا عاما تنجمع الخير لو كانت تروحوا الحفل ولا وينتسمعوا موسيقى صاخبة وقع راسك بدي يضر فيك وتجيك اكتئابات وما الى ذلك هذا بسبب الفريكونسي هذه اذا ما هو التردد اللي الواحد يقدر يسمع له وراسه مريح 432 نعطيكم مثال هذا تطبيق اللي نستعمله ليحول لك الفريكونسي من 440 الى 432 على سبيل الميتة نديرو اغنية لما فيهش كوبي رايت بالطبع هاكم تشوفوا هنا كونفيرتر هنا نقدر نحوله تشوفوا التحول 440 432 هنا بدأت عبقارية هذا الشخص في استعمال الموسيقى لتوعية الناس ليس لتحطيمهم فهنا بدأ في توعية الاشخاص عن طريق الموسيقى تائه وعن طريق ايضا مواقع التواصل اللي كان يستعملها يعني اكس 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 تونتاسيون اصبح واعيا اكتر كل ما تقدم في العمر ونحن كلنا نعلم انه اللوائي عند الفنان هو عدوه اللذوت المهم للاشخاص اللي ما يعرفوش هاد الشخصية اكس 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 تونتاسيون ولا المعروف بجاسي اللي الولي تأسمى بهذا الاسم نسبة الى غنية بوب مارلي سو جاسي لانه والديه كانوا من الجمايكا وهو ولد عام 1998 بمنطقة اقل ما يقال عنها انها من اخطر المناطق في امريك المنطقة هذه اسمها لودرهيل بفلوريدا و بس نوضح لكم الصورة احد الشخصية لما كان عنده ست سنوات ست سنوات فقط حاول طعن شخص بالسكين لانه حاول انه يتعدى على والدته ست سنوات انيويز الشخصية هذه ترعرعت في المشاكل وفي الاجرام وكان يتشاجر كثيرا مع السبيان والاطفال اللي حواليه حتى في المدارس وحتى في السجون لانه ما شاء الله عليه انسان هدا كان غاوي سجون لكن في السجن ايضا تعرف على شخص اللي اصبح صديق تاه هذو الاثنين لما خرجوا من السجن بدأوا في مجال الموسيقى واشتراوا مايك مدور مكور صغير جدا لبدأوا به تسجين موسيقاه لكن من الرغم انه فيه موسيقى ايضا فيه طيش الاطفال وكان هو والصديق تاه مرة على مرة يقومون بعمليات الصدوك جمعارا نتكلموا على شخص اللي العمر تاعه متعداش 14 او 15 سنة تكلما عن السنة في عام 2013 اخرج اول اغنية ليه وسمها نوز فلاك من بعدها فتح حساب على الساوند كلاود وبدأ يحط فيه الاغاني التوع والاغنية اللي حقت له نجاح كبير اسمها Look At Me من البوم 17 في عام 2017 لما كان عنده 17 سنة من الرغم انه الانسان هذا السجن كان يعني بيته الثاني كان يروح ويجي ويروح ويجي حتى انه بعض من اغانيه طلعت للبيل بورد واحتلت المرتبة الرابعة وثلاثين وهو كان في السجن يعني ما روج لها موالو مع ماء المهم لانسان هذا كان عنده موسيقى خاصة نوعا ما والموسيقى تاعه جربت له بعض الاعداء اول عدو له كان المغني الشهير دريك اللي كان سرق من الستايل تاعه ولا من الفلو تاعه في غنية Look At Me بحلول عام 2018 جاسي افعاله وتفكيره تغيرت تماما الانسان هذا مع ازدياد شهرته اصبح مسؤول بحسب المسؤولية تجاه متابعه تعلمه يا الفنانين واصبح يروش الى فعل الخير اصبح يروش الى افكار ايجابية ليحاول يغرسها في المتابعين تاعه اللي هو على علم بانه كانوا اطفال وحتى في اغانيه تغيرت نوعا ما واصبحت اغانيه اللي كان يعبر عن نفسه وكان يحاول يمد رسائل ايجابية للمتابعين وهذا الشيء اللي خلى الشهرته تزداد اكتر فاكتر لكن الوقيته كان حاسب اللي غدي يجيب له الهلاك حتى انه قالها انا نفهمو باني اكتش 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 اون ان كان حارز روحه لأقصى درجه وكان على علم الإعداء اللي عندها فهنا اما نروحه مليح ما ويخرج من البيت الا ومعه شخص يعني ما يخرج لوحده انا ونت ازداد الغرابة في القصه في الثامن عشر من يونيو عام 2018 دخل XX Tontacion يلعب لعبة League of Legends اللي معروفة بلول مش لول الضحكة لول الجيم دخل على السادسة والخامسة صباحا وخرج بعد عشرين دقيقة يعني على ستة وخمس وعشرين دقيقة وعلى الثالثة مساء توجه الى بنك امريكا باش يسحب بعض الاموال خمسين الف دولار كاش مئة دولار تنضح مئة دولار لماذا؟ لانه اراد ان يشتري دراجة لكن لما راح الى البنك ولما قام بعملية السحب كانت تتبع فيه سيارة من نوع Doge Journey ذات لون داكن فهذا السيارة كان راكب مايكل بوت رايتس روبرت آلين ديدريك ويليمس و ترايفون نوسم المحققون يقولوا باللي القتل تاعه ما كانش عشوائي وكان مستهدف لماذا؟ لانه جاسي XXX Tontacion جايتني صعبة باش نقول اسماح وراءكم عارفين السجل اجرامي تاعه كان محكوم عليه بالسجن لكن سجن تحت المراقبة مسموح لها انه يقعد في البيت ولكن لازم له ساعة ساعة يروح لمكتب المراقبة باش يسجل وفي مكتب المراقبة كان معه شخص اخر تكون هذا الشخص ديدريك ويليمس نفس الشخص اللي كان مع العصابة لما كانوا يتابعوا فيه مما يدل على انه هذا ويليمس هو ليخبرهم ما كان تواجده والله اعلم جاسي من بعد سحب الاموال توجه الى محل ريفا موتو سبورتس على الساعة الثالثة وثلاثون مساء لكن هو ما راحش وحده راح مع عمه في سيارة بي ام دابليو اي ايتس هنا العصابة ستتبعوا فيه خطوة بخطوة حتى انه بعد وصوله الى المحل ودخوله الى المحل واستكشافه الى الدراجات اتنين من العصابة دخلوا وتتبعوه الى الداخل روبرت وويليمس سبب دخولهم الى المحل ليس فقط لتتبع خطوات جاسي وايضا لشراء اقنعة سوداء من بعد تصفح الدراجات النارية خرج هو وعمه توجهوا ركبوا الى السيارة حتى جاءت وغلقت عليهم الطريق وانزل زوج من الاصابات راحوا عند جاسي وجراء صراع ما بينهم بالطبع رجال الاصابة كانوا مسلحين وكانوا التنبو منه باش يعطيهم حقيبة اللي كان فيها الاموال اللي كان سحبها من البنك حقيبة هذي كانت من نوع لوي فيتون الحقيبة وحدها القيمتها كانت اكتر من الفين دولار لوي فيتون جمعة الخير ايضا كان لابس قلادة من ذهب اللي كانوا يحوسوا يدوها كذلك في وسط الصراع عمه نزل وهرب من السيارة الامر الغريب الان انه لم يطلقوا عليه النار لكن اطلقوا ستة طلاقات على جاسي وهربوا من بعدها بالطبع الدول الحقيبة والسلسلة النار الغريب الان اصدقوا هنا بعد التنبو من المقتل اكس 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 تنتاسيون واحد من العصابة بالتحديد ويليمز سجل نفسها فيديو وهو يقيس في الاموال اللي كانوا سرقوها من عند هذا الشخص بلا ما ننسى انه اشترى بعض من الملابس اللي قيمتها تجاوز 800 دولار والصديق تاقه الملابس اللي شرها تجاوزت 400 دولار يعني سرقوه باش يبدو يتصرفوا الاموال قصة هذه حيرتني جدا جمعة الخير يعني من جهة جاسي هذا راح هو والعم تاقه الى البنك وقاموا بصحب اموال باش من المفوض انه يشتري الدراجة النارية اللي لا يحاول سليحة نظر مدام سحب خمسين الف يعني راه باغي قوم بالعملية يعني اذا انسان راه باغي يشوف الدراجة النارية لا يديش مع هالاموال فلماذا راح قدام هالاموال في الاخير مشروع له اثنين لماذا عمه هرب من السيارة وترك ابن اخوه وثلاثة لماذا رجال عصابة لم يطلقوا النار على عمه بالزاف اسئلة هم جايينة في راسي الان المهم قبل ما نروحوا للنظريات سمعت الخير لانه كايم بزاف اكس 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 اللهم اقدر اسمه طويل بزاف دونتاسيون كان العدد المتابعين تاه صعد بنسبة كبيرة من بعد موته يعني حقيقة الانسان هذا فعلا اشتهر في العالم من بعد مقتله ومبيعات الموسيقى تاه ازدادت بنسبة 1603% نظن ايضا في الانستغرام كان عنده سبع ملايين اطلع الى 14 مليون وما الى ذلك ليس هذا فقط بعض من الموسيقيين اللي كان يقدموا تقريبا نفس نوع الموسيقى ازداد متابعين بأكثر من مليون اعطوني اراءكم في التعليقات هل كان القتل مدبر من عن دريك هل العصابة فقط طمعت في الاموال لانه علما كان الانسان عندها الاموال وكان باغي يوقع عقد بقيمة 10 ملايين دولار ولا الحكاية هذه فيها الماسونية ولما اي شخص ولا اي فنان موسيقي يصبح واعيا في تفكيره وينشر الوعيته يقومون بقتله كما قتلوا توبا كما قتلوا جميع الناس والموسيقيين اللي كانوا واعين الله اعلم اعطونا اراءكم في التعليقات وكانت هذه القصة اليوم اذا اعجبتكم هذه القصة جمعة الخير تاريخوا لنا قصص اخرى وتفرجوا هذه ايضا اذا اعجبكم هذه القصص دعونا سبسكوعب هنا شوفكم فيديو جديد ان شاء الله بأ 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 بيس